حضرتك بتتم التحضيرات وإيه هو الفحوصات اللي أنت بتطلبها تأكد بإزاي من مدى مأمونية العملية يعني إحنا أهم حاجة سؤالنا للأستاذ المشاهدين هل هي عملية آمنة ولا لا وده سؤال بنوجه لحضرتك دلوقت لو مريض جاي لك بيقول لك أنا عايز أعمل شفط حاجة بتبدأ معها إزاي؟ إيه التحضيرات؟ أول حاجة لازم نعرف الإيم بتاع العيان الهدف مش شفط أنت ليه جاي تقول أنا عاوز أعمل شفط معظم المرضى ممكن يكونوا مش فاهمين أصلاً فكرة أنا جاي أعمل شفط ولا أعمل تكميم ولا أعمل ضايت ولا ألعب شوية رياضة أو أعاوز أغير شكلي هي الفكرة كلها أنا عاوز أغير شكل أغيره إزاي دي بقى المفروض دي بتاعت الجراح وطبعاً بيجي دور الجراح في تقييم الحالة كويس أول حاجة أول أسئلة بلما وجهها للمريض لازم نعرف التاريخ المرضي بتاعه من الأل في الأل لازم نعرف العيان ده عنده سكر عنده مشاكل في الأل دورة دموية مدخن تدخين طبعاً بيأثر عاملات بسطة عامة زي ما حراك عارفك فلازم نعرف كل البرتفوليو أو كل الحاجة الخاصة بالمريض رقم اتنين سن المريض طبعاً في عمر معين قبل كده جالي طفل عنده 14 سنة والدته جايباه وبتقول لي يا عاوز عمله شفط إحنا لسه فيه هرمونات هتتغير وجسمنا هتتغير لأبطل إحنا لو الراجل مثلاً أو طفل يعني في مرحلة البلوغ وعنده تسدي لا استنى عشان الهرمونات هتزبط مع الوقت ووحدة واحدة ممكن يروح لوحده ففكرة الشفط برضو لازم تبقى فهم العيان ده وضع إيه ممكن عيان يبقى عنده خلل هرموني هو اللي مسبب سوء توزيع دهون فأنت مثلاً عيانة جاية عندها لخبطة ترابات هرمونية مثلاً معك كذا ما كان في جسمها طب وفيه لخبطة في الوزن طب أخش عالج السمنة الموضعية أو مشكلة الشكل الوسيب المشكلة الأساسية اللي عند العيانة لا طبعاً من الصح الحاجة التانية بعد التاريخ المرضي وعد تقييم الحالة نبدأ نتكلم مع المريض ان احنا نعمل تحليل نعمل أشعاعات فحصات كاملة على كل حاجة سي مثلاً زي ما قلت حضرتك موضوع التسدي ده لازم هعمل سونار على المنطقة دي سيدة هتعمل مثلاً شفط في البطن لازم هنعمل سونار على البطن افرد فيه فتح صغير ولا حاجة احنا لازم نفكر هنعمل ايه فيه الأول تمام ففيه حاجات أو تقييم كامل تقريباً للمريض قبل ما نبدأ معاه اولاً بسمي شفط ده السهل الممتنع هي عملية سهلة بس بشروط لو غمرنا بيها أو استسهلناها بالزيادة من غير الـ أو التحضيرات المزبوطة للعيان ممكن طبعاً عليها طيب دكتور رحمد بكل أمانة وموضوعية خلينا برضو نحكي للسادة المشاهدين فيه ممكن مريض يجي لك تقوله لأ انت الأفضل ليك تعمل تكميم مثلاً أو تحويل مصاري أو حاجة من هذا القبيل كتير جد ولا بتشفط لكل يعني مثلاً للمريض اللي محتاج أو عايز يقول لا ما فيش حاجة اسمها عايز في حاجة اسمها أنا محتاج كذا والأصلح لي كذا وفحصاتي ماشي مع كذا خلاص تمام يعني الاختيار الأنسب للعملية هو حضرتك مش المريض طبعاً يعني ممكن المريض يجي يقولك أنا عايز أعمل عملية شفط تقوله لأ أنت مش مأمون عليك الشفط في الآخر حضرتك طبعاً في المجال المريض هينسى أنه هو قال أنا عاوز أعمل شفط أنا عاوز رزلت معين حضرتك لازم توصلني لي تمام ترجمة نانسي قنقر